اهلا بكم النهاردة نحكي لكم حكاية جديدة بانوان امرت الرعب انا اسمي هشام عندي 32 سنة مهندس معماري وشغلي في القاهرة يتيم ووحيد ومش متجوز كمان ممكن تقولوا اني مقطوع من شجرة ويمكن نشأتي وحيد وكمان طلاق اهلي في اخر ايامهم ده اللي خلاني مش عايز اخذ الخطوة دي واتجوز مش عايز اعيش الفراء اللي حسيته في عيون اهلي تاني فمركز على شغلي من الصبح للليل بس مليش اي اهتمامات الا الشغل والكرير بتاعي اهم اتنين في حياتي هما جدي وجدتي من طرف والدي بس هما مش عايشين جنبي في القاهرة يا ما اتحيلت عليهم انهم ينقلوا معايا مانا كده كده عايش لوحدي بس هما مرتبطين جدا بالبلد وباهل البلد من صحابهم وقريبهم فكنت بسافر لهم البلد في كل مناسبة قضي الوقت معهم وفي كل مرة كنت بسافر فيها كانت جدتي طاعة تحكي لي حكايات رعب واحداث غريبة شافتها في العمارة بتاعتهم وكنت بحسها بتحكي حكايات وخلاص او تهيئات لان انا ما كنتش بحس باي حاجة من اللي بتقولهولي لما باجي لهم في يوم الايام كنت راجع من الشغل وسايق العربية بالليل وجال اتصال زعلني اوي قالو عامل ايه جدي وحشني اوي ايه اخبارك واخبار جدتي هايز اجلكم واسمع قصصها المرعبة وحشتني اوي سكت شوية وقال لي جدتك تعيش انت يا هشام دمعت في ساعتها وقفت على جنبه وانهرت في العياط لانها كانت قريبة اولية ما قدتش اصدق ان اللي بحبوهم في الدنيا قال له واحد وخلاص مش بقيلي الا جدي في ساعتها اتصلت بمديري في الشغل وقالت له اني هاخد اجازة اسبوعين عشان عندي حالة وفاة ونفسيتي مش هتجيب اي شغل وانا في الحالة دي خالص وهو قدر موقفي لاني كنت حكيله قبل كده عن قربي الجدي وجدتي فما اعترتش وقال لي ولا يهمك يا هشام خد الاجازة اللي تريحك والمهم ترجع لنا راية وقادر تشتغل البقاء لله ابقى طمني عليك اول باول ما تنساش مع السلامة واول ما قفلت معاه طلعت على الطريق الزراعي وروحت البلد على طول عشان تكونوا متخيلين معايا موقع العمارة العمارة ملك جدي الكبير بناها في العشرينات وهي عبارة عن دورين كل دور في شقةين شقة جدي وشقة أستاذ سامح في الدور الأرضي وفي الدور الأول شقة عم شوقي وشقة عم ناصر بس عم ناصر ساب الشقة من فترة ونقل في مكان تاني في المحافظة نفسها موقع العمارة نفسه يمكن هو أسوأ حاجة فيها لأنها تبنت جنب صور المقابر العامة للدائرة بتاعتنا وديك بتكون مقابر تبرعات يعني مش مقابر متأسمة لكل عيلة زي المتعارف عليه اتعملت أيام واحد من الطوعين زمان واللي اضطر الناس انها تعمل مقابر سريعة من غير تخصيص والأسوار اللي بتكون على مقابر العائلات فكل قبر متسب كده مكشوف وده السبب اللي خلى جدي يوافق انه يخلي السكن فيها عام مش ليه هو ولاده بس عشان عارف انه مش هيستفيد من بيع الأرض ولا العمارة اصلا محدش هيستسمى الفلوسه في أرض لزقة في مقابر الناس بتخاف ايو انتو عارفين المهم واصلت على الفجر والحقت الدفنة وجاهزنا للعزل يوم اللي بعده كان يوم كئيب قوي وتقريبا ما اتكلمتش مع حد خالص وقلت النفسي اني هقضي كام يوم هنا استجمع نفسي وفوق من الزعل اللي مالي قلبي ده اكتر حاجة كانت شدة انتباهي ان اهل العمارة مش ودودين اوي ساعات بسلم على حد منهم لما بشوفه ويا يرد السلام بتوتر يا ما يردش اصلا بحسهم مخبيين حاجة علي او حاسين ان الود المتدلع اللي جاي من القاهرة فمش بيحبوا يتكلموا معايا اكتر واحد كان ودود معايا هو عم شو ايه جارنا في الدور الاول كان يجي يسأل علي وعايز يعرف احوالي وبيقعد معايا يحكي شوية ونشرب لنا كوبايتين شاي في القاهوة اللي جنب العمارة فكنت بحس انه انسان جميل اوي وشبه باقينا صحاب بالذات انه هو زبته متوفية من بدري وما عندهوش ولاد فبيكون متفرغ بالليل ان انا نقعد نتسامر على القاهوة عدى كم يوم من بعد وفاة جدتي وفي يوم كان فيه مطر ورعد جديد اوي كنت قاعد في قطي وفجأة اسمعت خبطة غريبة على شباك المنور اللي كان باين من قطي انا قطي فيها بلكونة وفيها شباك مطل على المنور اللي في نص العمارة المهم قمت بص على شباك المنور ما لقيتش حاجة قلت دي تلاقيها حاجة تحدفت من حد وهو مش واخد باله شوية كده واسمعت تخبيط على الازاز بتاع الشباك المنور نفسه قلت هو فيه ايه هي حكايات جدتي هتطلع صح ولا ايه رحت فتحت الشباك من مرة دي بس المطر كان قوي عدت بص حواليا ما لقيتش حاجة خالص قفلت الشباك بس وانا بقفله بصيت فوق ناحية شقة عم ناصر ولقيت زي ما يكون نور خفيف كده تحسه نار مش نور فجريت على جدي وخبطت على قطه عشان اقوله نطلع نشوف فيه ايه بس مردش علي تقريبا كان نايم ساعتها طلعت بسرعة لفوق وعادت خبط على الباب بس نسيت انه محدش جوه خبطت على عم شوقي اللي في الشقة اللي قدام شقة عم ناصر وفتح لي الباب فقلت له انا شفت نار انا شفت نار في الشقة دي لازم نكسر الباب يا عم شوقي قال لي ما تشغلش بالك يا ابني كده كده النار دي بنشوفها كل يوم وشوية وهتختفي ما تقلقش صدمني من هدوء وتعامله مع الموقف بالبرود ده وقلت له يعني ايه نار بتظهر كل يوم في الشقة وملهاش سبب قال لي انزل انت نام يا هشام وانا بكرة احكي لك دخل شقةه وقفل الباب وانا نزلته ورحت قطيه وقلت مش مصدق اللي شفته لما بصيت ناحية الشباك وفعلا النار راحت فضلت فترة بحلق ناحية الشباك الشقة دي ومزهول من اللي حصل رحت انام وانا كل تفكيري ان كلام جدتي يمكن يكون صح وانها كانت فعلا بتشوف الحاجات دي من حكايات انها بتسمع صوت خطوات كتير في المنور نفسه وانها بتشوف خيالات بتتحرك ناحية الشباك نمت من التفكير اللي لاتها مش لاني عايز انام جسمي فصل من التوتر والخوف اليوم اللي بعده على الفطار قلت الجدي على اللي حصل وهو قال مش عارف يا ابني انا برضو بسمع ساعات حاجات غريبة بس زي ما تقول مع الوقت بطلت خاف وديها انتباه يمكن الحاجات دي بتتغزى على خوفك وبتزيد لو ديتها اهتمامك حاول تطنش ومتركزش قلت له بس يا جد مبارح انا شفت نار في بيت عم ناصر قال لي انه دي الحاجة الوحيدة اللي ما شفهاش قبل كده وممكن تكون برضو خيالات من عقلك البطن قلت له بس عم شوقي عارف موضوع النار ده ومتعايش عادي برضو معاه قال لي شوقي ده زي جدتك ان بيقعد يتخيل حاجات ويقعد يقولها بصراحة حسدت جدي ساعتها على هدوءه وانه مش بيخلي الحاجة دي تدخل في تفكيره ومتعايش معاه عادي قرب المغرب كده قبلت عم شوقي على القهوة وقال لي الامورة مليانة حاجات غريبة يا ابني من النوع اللي انت شفتهم باره ده لدرجة اننا بالليل ما باقناش حارفين ايه الحقيقة وايه الخيال واحنا كلنا زي ما انت شايف كبار في السن وما عندناش القدرة اننا ننقل لشقة ايجار عشان دخلنا ما يسمحش وفي نفس الوقت سار شقة لزقة في المقابر اكيد هيكون في الارض ده لو لقينا لها مشتري اصلا فحاول يا هشام تتعود على الحاجات دي بس لكام يوم اللي باقين لك وهترتاح من كل ده لما ترجع القاهرة يا ابني قلت له لا يا عم شوقي انا ما يردنيش اني اسبكم في العمارة دي طي ما تيجي نفكر الاحداث دي بدأت امتى بالزبط قال لي من كام سنة والله ما فاكر فما طلعتش بحاجة من كلامي مع عم شوقي روحت البيت يومها واعدت على مكتبي بالليل اكتب شوية افكار جات لي يمكن اربط الاحداث ببعض وفجأة سمعت صوت ناحية البلكونة لسه بقوم عشان ابص في ايه لقيت بنت ماشية على سور البلكونة بس ملامحها مش بينك وقعدت على السور ومتحرك رجليها لبرة وهي مدياني ظهرها اترعبت ازاي جات هنا وازاي مشيت على السور وحاولت اقرب بالراحة لبلكونة عشان ما خضهاش وتقع وفجأة ضحكة ضحكة عالية قوي زي ما تكون منبوسة ورمت نفسها طلعت اجري وفتحت البلكونة وبصيت تحت ملاقيتش حاجة قلبي كان هيوقف من الخضة رجعت القوضة تاني واعدت على المكتب ووقعت على الارض من الرعب لما لقيت ان مكتوب على الكشكول اللي كنت بكتب فيه جملة امشي يا حشام بخط كأنه من الدم ومقطع جريت على جدي وخبطت عليه بس هو نايم برضو ما بحبش اسعجه بالذات انه كان منبهني ما ديش للي بيحصل ده تمام فقلت انا هنام الليلة دي في الصالة وشغلت التلفزيون يعملي اي صوت عشان انا كنت في قمة الرعب الليلة دي وما فيش دقائق وروحت في النوم على الكنبة صحيت على الساعة اتنين الفجر على صويت مرات استاذ سامح اللي في الشقة اللي قدامنا طلعت اجري اشوف في ايه خبطت كتير على الباب وبعد كام دي ايه اتخبيط فتحت لي مراته واول ما شفتني رزعت الباب في وشي وقالت بصوت عالي كفاية بقى كفاية بقى مفهمتش هي بتقول لي امشي ليه فقلت لها محتاجين مساعدة في اي حاجة قالت لي بنتي هتموت بنتي هتموت سكت شوية مش مستوعب هي تقصد ايه فقلت لها بنتك تعبانة ومحتاجة مساعدة طيب اتصل بالاسعاف مفيش رد وان انوار تقفلت ففهمت انها مش عايزة مني مساعدة فرجعت الشقة تاني ورجعت انام على الكنبة ومعايا الكاشكول اللي هوري الجد الصبح عشان يصدق ان الموضوع اكبر من مجرد خيالات لو تجهلناها تروح صحيت اليوم اللي بعده وعالفطار حبيت اوري الجد الكتابة بفتح الكاشكول لقيته كله فاضي مفهوش حتى الكتابة اللي انا كنت كاتبها بايدي ما كنتش عارف انت وجدي فضل يقول لي في ايه يا هشام عايز توريني ايه مش فاهم اليوم ده قضيته كله على القهوة مش عارف اعمل ايه ارجع عايش لي كام يوم كمان في العمارة دي ولا ااخد حكتي وامشي كده كده الناس اللي عايشين فيها متعودين على اللي بيحصل انما انا مش عارف اتعايش مع كمية الظواهر الغريبة اللي ملهاش تفسير دي وفجأة لقيت عربية جاية اول مرة اشوفها وقفت قدام العمارة طالع منها عم ناصر فجريت عليه عشان اسأله على شقةه اول ما شفني حاول يتجنبني زي استه السامح وعيلته كلها بس قلت له لو سمحت ممكن اتكلم معك شوية قال لي بس انجز انا عايز ااخد حاجة من الشقة وماشي كده كده مش قاعد فيها قلت له يا عم ناصر انا كل يومين كده اشوف نار جوا شقتك وبتروح تاني من غير اي سبب دمع فجأة وفضل يبص لشقته شوية من تحت وبعد فترة صمت وهو بيحاول يمسك دموعه وقال لي سمية بنتي مسكت فيها النار فجأة في يوم كنا قاعدين عادي دخلت المطبخ فجأة سمعناها بتصرخ رحنا نشوفها لقيناها وانفجر في العياط وركب عربيته وماستحملش الزكرة دي ومشي انا كنت متدمر من جوايا ولا عارف افكر ولا عارف اتحرك حتى فعلا النار كانت ما بتظهرش الا في شباك المطبخ المطل على المنور بتاع العمارة مش يمكن ده سبب بداية كل الاحداث دي وفجأة جات في بالي فكرة تانية مش يمكن دي البنت اللي شفتها في البلكونة وروحها هي اللي سكن العمارة وبالسبب كل الرعب دا للناس كمان جات في بالي فكرة ابشعة مش يمكن روح بنت عم ناصر عايزة تقذي بنت استاذ سامح عشان كده مبارح مرات استاذ سامح كانت بتقول لي بنتي هتموت روحت اخبط على استاذ سامح وبنته ردت علي من ورا الباب وقالتلي بابا مش موجود دلوقتي اقول له مين عايزه قلت لها جاركم هشام حفيد الحاج جعفر مردتش علي بس وانا ماشي سمعت صوت ممتها بتزعق لها وبتقول لها اوعت ردي على حد اصلا مش كفاية انك مبالح كنت هتفتح للعفريتة اللي بتطردك دي اتخضيت من كلامها بالذات ان كده توقعاتي طلعت صح بس الغريب ان انا ما كنتش بشوف استاذ سامح كتير وكمان كل ما شوفه بيكون مش على بعضه وتحسه خايف من حاجة زيادة عن باقي السكان وده اللي خلاني محتاج اشوفه واتكلم معاه وافهم قلقه الزيادة ده في اليوم ده عم شوقي منزلش يقعد معايا زي عدته فروحت اتطمن عليه طلعت لشقته وخبطت على الباب وفضلت واقف شوية واسمعت صوت غريب جوه زي ما يكون نواح او حد بيعيط بحرقة فقلت عم شوقي انت جوه واول ما قلت كده الصوت واقف واسمعت تخبيط جوه الشقة والتخبيط بيعله والصوت بيبقى اقوى وفجأة برضو الصوت سكت وطلع صوت شيطاني بيقول لي همشي ويعتعى الارض من الخضة وانزلت جاري للشقة وقفلت الباب رحت قطي واتغطيت من الصدمة وكنت هموت من الخوف وقلت لنفسي خلاص انا همشي مش هستحمل ليلة كمان في العمارة من هييلة دي ولما جي المغرب قلت انزل اجيب حاجات من الكشك اللي تحت عشان الطريق لاني خلاص اخدت القرار الوزر لجنبي بيتكلموا عن اعمال بيلقوها في المقابر ومش عارفين ازاي الاعمال دي بتتحط في المقابر لانهم حراس المقبرة وهيتجننوا ويعرفوا الدجال اللي بيعمل الاعمال دي ازاي بيعرف يدخل المقبرة وهم 24 ساعة مرق بينها والمقابر ملهاش الا باب واحد ومتحوطة بصورة عالي من باقي الاطراف شوية ولقيت استاذ سامح راجع بيته وكالعادة بيتلفت حواليه كأنه عامل عاملة ومتوتر جريت عليه اسأله على الامارة والموقف اللي حصل لبنته لاني خلاص زهقت من اني بتكلم مع الناس دي بالراحة وبالزوق قلت له انت ليه بتعملني كده وبنتك هتفضل لحد امتى عارف ان حياتها في خطر وانت ساكت ومش بتطلب مساعدة من حد الراجل اول ما انا خلصت كلامي نزل على الارض بيترجاني ارجوك ارجوك قوله ما يئذنيش في بنتي هعمل له اللي هو عايزه وهجب له الفلوس والله بس اقول له ما يئذنيش ويديني شوية وقت كمان ارجوك وقام جري دخل على شاقته وقفل الباب هزني جامد من جوايا ورعب يخلاني حاسس ان قلبي هيقف من الخوف اول حاجة جات في بالي هو مين اللي انا اقوله وليه انا اللي اقوله انا مش عارفه بتكلم عن مين اصلا ساعتها رجعت في كلامي وقلت لا مش هسافر انا هموت واعرف مين اللي مخوف استاذ سامح كده نمت الليلة دي من كتر التفكير واليوم اللي بعده صحيت على صويت ناس في العمارة طلعت اشوف فيه ايه قالوا لي عم شوقي لقوه مقتول في شاقته طلعت الجارية على فوق ولما دخلت لقيت شاقته مفهاش اي حتة عفش وقضته متبهدلة بدمه مات بطريقة بشعة مش قدمية خالص بكيت قوي في مكاني وما كنتش مصدق ان تقريبا مبارح لما انا رحت له والاصوات اللي سمعتها والتخبيط ده كان وقت موته طيب ليه عم شوقي وليه الطريقة البشعة دي نزلت اقول لي جدي بس ما لقيتش جدي ساعتها عادت دور عليه في كل حتة ما لقيتهوش لقيت قوضة المكتب بتاعته مفتوحة جدي كان ليه قوضة مكتب في الشقة بيحب يقرأ فيها ويقضي معظم وقته فيها انا ما كنتش برتاح للقوضة دي لان كلها خشف فخشب ومكتبات عالية كلها كتب فمن صغري ببعد عنها وبالذات ان جدي كان بيحب يدخل القوضة دي عشان ينعزل عن الدوشة فاضطرية تدخل القوضة دي يومها واول ما دخلت احساس عدم الراحة سيطر علي وبقت حاسس اني عايز اطلع من القوضة على طول الكتب كانت في كل حتة على الارض ومش بتروقة خالص وانا بدور لقيت جدي دخل القوضة وقال لي انت بتعمل ايه هنا يا شام قلت له كنت بدور عليك عشان اقولك ان عم شوقي توفى بس اريد وفاته غريبة اوية جدي قال لي الله يرحمه كان رجل كويس وروحنا مع بعض دفنت الرجل وعملنا له عزة وانا برضو كنت في قمة حزني لان الرجل ده كان قريب اولية في الفترة اللي قضيتها اينا وانا واقف في العزة لقيت اللي جنبي بيقول لي الله يرحمه كان بيحبك اوي جدتك الله يرحمها ووسطه عليك قبل ما تموت وانت كنت قارب حد لي بعد وفات بنته اتصدمت وحزني اتقلب راب هو كان عنده بنت امو اللي ما حكليش عنها قال لي لان موضوع بنته كان حساس عليه شوية بالذات انها ماتت منتحرة من البلكونة قلبي كان هيوقف لما ربطت ان البنت اللي شفتها دي كانت بنت شوقي مش بنت ناصر يعني كده في حالتين وفيات غريبة لبنات ناس من سكان العمارة قلت لا الموضوع دي زاد عن حده سحر وموت واعمال في مقابر للأسف لما جيت اربط الاحداث في بعضها لقيت ان الوحيد اللي ما حصل لهوش حاجة في العمارة هو جدي الليلة دي قلت النفسي اني هفتش في قوضة المكتب بتاعته لما ينام وفعلا بالليل اول ما نام رحت بالراحة دخلت قوضة المكتب وبالكشاف بتاعي فضلت ادور في ركن ركن جوه القوضة وقرب زاوية من الزاوية صوت الارضية لما دست عليها طلع زي صوت ارضية خشب تحت السجادة مع ان القوضة كلها بلاط عادي شلت السجادة وترعبت لما لقيت باب سرداب فتحت الباب ولقيته فعلا سرداب ونفق طويل من تحت العمارة مودي نحية المقابر انا خلاص قد عنهار من الخوف نزلت وفي نص الطريق لقيت زي قوضة تانية صغيرة معمولة تحت الارض فيها شموع وعضاء حيوانات مقطعة ومكان فيه زي طلاصم ولقيت كمان النجمة بتاعت السحر ورموز وارقام على جدران السرداب كله استوعبت خلاص ان جدي طلع هو الدجال بتاع القرية وكنت مصدوم جدا لما لقيت دفتر كاتب فيه الاعمال اللي عملها للناس وكاتب فيه ان سامح لو ما جابش باقي الفلوس بنته هتبقى الضحية ولقيته كاتب في سطر زوجتي حبيبتي انا اسف لكن انت بقيت عارفة اكتر من اللازم وفيه دموع نشف على الصفحة دي كان هيغم علي واللي رعبني اكتر اني سمعت صوت باب القوضة بتفتح جدي عارف اني في السرداب وجري على السرداب ونزل ولقاني واقف تحت قال لي ليه كده يا هشام يا ابني انا كنت بحبك قوي بيتكلم بصيغة الماضي كااني خلاص هتقتل دلوقتي قلت له ليه يا جدي ده انت اخر شخص بقيلي من حبيبي ليه تطلع وحش قوي كده وقازيت جدتي ليه قال لي جدتك فضلها وصالها للقوضة دي زيك كده وما كانتش هتسكت فاضطريت اعمل اللي انا عملته قلت له شوقي عمل لك ايه قال لي شوقي غبي يا ما حذرت ويبعد عنك وما تبش من قرصة الودن اللي ادتها له زمان قلت له قرصة ودن عملت عمل لبنته وتقول لي قرصة ودن انت مش انسان انا لازم ابلغ عنك وفجأة لقيته بيتمتم بكلام مش مفهوم وحسيت اني بدأت ادوخ وهو بيقرب مني وفي ايده خنجر قبل ما يغمى علي جريد باللباء من قوتي ناحيته وزقيته بكتفي جامد فوقع لورا وخبط رأسه في حصة السرداب وقع في مكانه وانا وقعت كمان تقريبا نغمة عليه بس اول ما سكت وبطل تمتمة قوتي بدأت ترجع لي في دريجية استغلت الفرصة دي وطلعت جري خط العربية وجريت على قارب نقطة بوليس بلقتهم ورجعوا معايا للبيت وانزلنا السرداب بس جدي مش موجود اختفى خالص بس الباب اللي ناحية المقابر كان مفتوح البوليس قفلوا العمارة دي عشان مليان أدلة وأحداث غريبة ودوا للسكان الباقيين شواء في المحافظة بالتأسيط المريح بس قبضوا على أستاذ سامح عشان كان متورد في الموضوع واعترف انه هو اللي راح لجدي عشان يعمل عمل لعم ناصر عشان كان بينهم خلافات كتير وعشان كده روح بنت عم ناصر هي اللي كانت بتطارد بنت أستاذ سامح واللي جدي زود الحاجات الغريبة اللي بتحصل لسامح أكتر لما تأخر في دفع الفلوس بتاعت العمل لكن محدش يعرف إيه اللي عم شوقي الله يرحمه عمله عشان جدي يعقبه بموضوع بنته والغريب في الموضوع انهم ملاقوش جدي لحد دلوقتي على العموم أنا رجعت القاهرة تاني ورجعت الشغلي وحطيت كل وقت فيه بس المرة دي أنا بايت لوحدي فعلا بس مش بتغيب عن بالي فكرة ان جدي لولا انه بيحبني كان زمانه خلص علي أنا كمان ويمكن عشان كده عمل سحر العم شوقي وخلا يموت لحد ما في يوم من الأيام رجعت البيت وحطيت حكتي وروح تغير عشان ارتاح وأول ما طلعت من الحمام دخلت قطي عشان أنام لقيت مكتوب فوق السرير على الحيطة جملة مش هسيبك فعرفت ان جدي نويلي على شر موسيقى 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 شكرا